وغير الفريق بكامل والفريق اللي كان عم بيلعب بالدرجة التانية بيعرف كتير منيح انه لايكون موجود بالأولى ويقدر يبقى وينافس على المراكز المتقدمة بده يستقدم لعبين وهيدا الشي اللي صار مع الرابين نادي الاساس فهدي ناصر برش عنده لعب وحيد بكأس بلان واتغلب على الهومنمن أربعة واحد هدفين لحسن رحال وهدفين لمالاربي بعد تالت مباراة كانت عم تنعاد بعد التعادل السلبي بأول مبارتين 0-0 على ملعب الصفا والمباراة الثالثة على ملعب بلدية برج حمود أما السلام صغرطة أهرز كأس ابنين كمان مرة واحدة بفوزه على طرابوس 1-0 مصطفى مطر حارس بربا منتخب لبنين يلي عم بيلعبها الكرة الأممية وبشتتها وليد اسماعيل وليد اسماعيل يلي انتقل لفريق البرج وكان الموسم الماضي مع فريق السلام صغرطة وليد اسماعيل عم يبعد الكرة الفريقين حصوصه المتقار بعلما انه تواجهه بالدور الأول وكان الفوز من نصيب فريق البرج 1-0 على السلام صغرطة السلام بالدور الأول ما ربح ولا مباراة عادل مع التضامن صور وتأهل لدور نصف نهائي بفارق الأهداف عن التضامن بالدور عن نصف نهائي تغلب على الصفا 1-0 بينما البرج تغلب على طرابلوس بنتيجة 3-0 والبرج اللي هلأ سجل 6 أهداف بكأس التحدي ما دخل مرمي ولا هدف بينما السلام صغرطة سجل 4 أهداف ودخل مرمي 4 أهداف أيضا كنا حاليا مع فريق السلام رمي التميس رح تكون لفريق السلام صغرطة يلي بدو يرجع لصغرطة مع انتصار مع لقب جديد قبل الأسبوع المقبل والعشة السنوية للتعاش اللي رح ينظمه نيد السلام صغرطة وإذا قدر يحرز لقب اليوم رح نشوف الكأس موجود خلال حفل العشاء هون كرة أميمية اليوم المدرسة الأردنية عم بتقود فريق السلام صغرطة مع المدرب القدير نهاد السكار يلي كمان ابنه شامل عم بيلعب مع الفريق خض على التجربة وأشالب السلام صغرطة الواضح وبنسبة 90% هن الأشالب يلي رح يكونوا مع الفريق بانطلاق الدور اللبناني يلي رح تابوه حصريا ومثل العادة عبر شاشة ألم تي في فريق البرش كمان من ناحيته عم بيعتمد اليوم على لعبين أجنبيين مصطفى السال اللاعب السنجالي وستيفن سارفو اللاعب الغاني يلي كان سابقا فريق التضامن سور إذا منتطلع شوية على تشكيلة فريق البرش منوعة من الاندي كلها عبد الفتاح عشور من النجمة عمز عبود من البقاع بالإضافة كمان لمحمد الفعور من التضامن سور محمد قاصم من العنصار إحسان إبراهيم كمل مع الفريق وهو إهارة من نادي العنصار إبراهيم أبو حمدين من البقاع حسين العوطة من الصفا فريق جديد كله عم بيكون من ناحية فريق البرش جمهور البرش مثل العادة جمهور بيكبر القلب عم بيزين المدرج ومخصص لقلهم بملعب الرئيس وقت شاب يجوني بالرغم من حرارة التأس واركوب عالي كتير فريق البرش عم بيجرب ببداية المباراة اليوم على مقاعد الاحتياط ادموش حاضي لاعب فريق السلام صغرتي اللي عم بيطلع حكي كتير أنه معقول تكون المباراة الأخيرة لقلو مع فريق السلام قبل ما ينتقل لفريق النجمة كل الأمور معقول تصير الأمور معقول ما تصير بس لهلأ قادي هو لاعب مع فريق السلام صغرتي بانتظار مفاوضات الأشبوع المقبل مع العلم أنه جاء عرض ادموش حاضي من الفريق الروسي والواضح أنه من خلال تبقى سنة من عقده مع فريق السلام صغرتي الأمور رح تكون بإيد قادي لا يقرر شو رح يعمل خطأ مع حكم المباراة حسين أبو يحيا حسين أبو يحيا اللي رح يقود بسبعة أيلول المقبل مباراة بجاكارتا بين إندونيسيا وطايلد ضمن تصفية كأس العالم وبأربعة عشر أيلول بعدها بأسبوع بميانمار أيضا رح يكون عنده تصفية كأس آسيا رح يغادر لبنان ويمثل الطائم التحكيم اللبناني مع سامر بدر هذا بالنسبة للحكام اللبنانيين يلي ما شاء الله ما عم بيهدوا أبداً عم بيشاركوا ولو كانت مشاركاتهم بعيدة عن الإعلام بس لازم الحكم نعطي حقه فعلاً على كل شي عم بيعملوا حمزة عبود كرة على الجهة اليومنا مازالت مع فريق البرج محمد قاصم بيلعب الكرة اللي أصرفه بيبعدها قلب دفاع فريق السلام صغارتا اللاعب النيجيري أني إليجا هي اللي رح يكون موجود مع السلام الموسم المقبل في الدور اللبناني قاصم حلو كتير رئيق هاللاعب بيمرر لحمزة عبود حمزة عبود بيلعب الكرة أميمية ما في تسلل برسة لفريق البرج معقول كتير نشوف فريق البرج بأول تهديد على مرمى فريق السلام صغارتا ومحمد فعور بيطرق الكرة لركلة رقدية كورنر أول بالمبارات من ناحية فريق البرج جمهور البرج يلي عم بيتابع فريقه عم بيهاجم من ناحية المدرج والتشجيع يلي ما عم بيهدأ أبداً ركلة رقدية أولى بالمبارات لصالح فريق البرج يلي رح يجرب يستفيد منه ويفتتح التشجيل إذا قدر على حساب فريق السلام صغارتا كمان جمهور صغارتاوي عم بيتابع شاشة الام تيفي والمبارات عم تتابع شربل مع هالحرارة العالية والشوب العالي يعني ما فينا إلا ما نقول يعطيهم ألف عافية للاعبين يلي هني موجودين بظروف منخية صعبة كتير غير يلي قاعد ببيته أو بأي مكان عم بيتابع المبارات بورد على الهاخر وغير غرف التعليق أكيد والوجود على أرض الملعب خلال سليو التحديل الفرس يعني فهنا الحرارة مرتفعة جدا اليوم بمدينة جوني الساحلية وبترتفع أكتر يعني ما تنسى الملعب هو من العشب الاصطناعي وبالتالي الحرارة بتكون أكبر مع اللاعبين يلي بيكونوا موجودين على أرض الملعب وهالكرة الأمامية اللي عم توصل عند سيفن سارفو السريع سارفو بيعود للخلف الخطورة ممكن تكون موجودة مع الفعور اللي بيحاول يعكس كرة عرضية مقطوعة من ياسر عشور تحديداً عم يحاول البرج يحاصر منطقة السلام عم يحاول يهدد السلام مع الكرة على الجهة اليوم لحبزة عبود الانطلاق أول كرة الأرضية جميلة جداً جميلة جداً الكرة العرضية من حبزة عبود والكرة الرأسية كانت من سيفن سارفو دائماً مميح المهاجم المرعب مهاجم تضام الصورة السابق القادم للبرج بقوة الموثم الكرة الرأسية فوق الجميع لكن مصطفى مطر كان بالمكان المناسب لأبعادها بردة فعل إلى ركل ركنية للفريق الأصفر البرج داخل بقوة ببداية المباراة البرج ممكن يفتع التسجيل بشكل مبقر أيضاً من خطأ لكن الأدفانتج موجود تبقى مع لعبية البرج حسين إبراهيم بعيدة للخلف لعند وليد اسماعيل عناصر خبرة كتير كبيرة بفريق البرج ياللي أجرى سلسلة من الطاقودات فريق البرج يعني عدد كبير من اللاعبين وصله الموسم لدفاع عن ألوان الفريق الأصفر تحديداً سبعتاشر لعب حمزة عبود من البقاء علي كاركي من الصفة وليد اسماعيل من السلام محمد سنتينة من الغزيم حمد قاصم من الأنصار إبراهيم أبو حمدان من البقاء أيضاً عبد عشور من الأنصار محمد جعفر وحسين عوطة من الصفة عفيف الزرق كان لعب سابق بالغزية ومضي مع البرج محمد جواد أبو خليل من السلام سور محمد مرقباوي وأمين حلال بانتقال حر محمد الفقور من التضامن حسين إبراهيم أيضاً بانتقال حر ومحمد الدر من الإخوة الخراعي بهايدا البرج عزة صفوه بسبعتاشر لعب تخيلوا وبالتالي اليوم ينتظر جمهوره الكبير أنه الاستثمار يلي عمله وهالشغل الكبير يلي أجرى بسهول إنتقالات الصيفية يثمر عن لقب لقب جأس التحدي يلي من خلاله أكيد الفريق يلي بيحرزوا رح يدخل بمعنويات عالية إلا بطولة التوري مع حمزة عبود العبود بيلعب قل كرة لما بيهي طويلة جميلة جداً ممكن حالة انفراض لكن في التسلل الرأي موجودة من ربيع ميرات حالة التسلل كانت حاضرة بالكرة الأخيرة يعني عم نحكي اليوم عن نوع من المرونة بتشكيلة الفريق المدربين لكن أيضاً الأمر الواضح أنه الاعتماد على الطبيعة الطويلة رح يكون حاضر للاستفادة من سرعة مثلاً عدنان ملحم وعني إليا من ناحية سلام صغرطة ومن صارفو وابراهيم وحمدان وحسين العوطة من ناحية فريق البرج هيداً أمر واضح بحاول يدربوا الدفاع بدهرهم بالكرات الطويلة كرميل هيك عم نشوف مدافعي فريق البرج متمركزين وثابتين تحديداً عبدالفتاح عشور ومصطفى صالب المقابل هون التقطم كان من عماد كريمة كان فيه مخاطرة نوعاً ما لأنه لو قدر يكون على خط التسلل موجود لعب البرج كانت حالة انفراد رح تكون واضحة بالنسبة لحسين العوطة تحديداً الكرة مالعوبة بخط الوسط حمزة الخير قائد السلام بهاللقاء بيلعب الكرة على الجهة اليوم لأحمد مصري عم يحاول ينطلق المصري 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 بواصل تعدم المصري سريع جداً بيحاول يمور المصري بيلعب الكرة على الجهة اليوم لكن كبير من قطع يا أحمد مصري يعني الجهة الكبيرة اللي عملته راح تيعوهم بكل بساطة يشام النابولسي المتحرك عم يلعب دور حر اليوم يشام النابولسي تعودنا نشوفه كلاعب وسط ارتكاز لكن اليوم دوره محورة ومهم جداً بده ينتقل من الجهة اليوم لإلى الجهة اليسرى وعندما تصير الكرة مع السلام صغرتها راح تشوفه خلف المهاجم عن إليا بمهمة صناعة لعب أو خلينا نقول صلة الوصل بين خطي الوسط والهجوم كرة مجدداً إلى رمية تميس الأمر صعب يمنى هيني ببداية المباراة مع مرحلة جس النبط يلي كانت موجودة عند الفريقين لقراءة شو ممكن كل واحد منهم راح يقدم مع سارفو سارفو بحاول ينطلق برور جميل من سارفو يا سلام يا سارفو سريع جداً ستيفن سارفو ستيفن سارفو سوبرمان فريق البرج خليين يسميه انطلاقته سريعة جداً كانت قدر يسجل لهدفين بالدور نصف النهائية بفوز البرج على ترابوس 3-0 سارفو كان له هدفين هنا الكرن قطعت باللحظات الأخيرة من أمامه كان عم يحاول ينطلب اعتجاه منطقة الجزاء سارفو عنده هدفين بهذه البطولة عماد ديوم مهاجم الصفا وزين تحان أيضاً لعب الصفا عنده هدفين إذا فطل لشامل سقار لعب السلام سغارتا عكيد اليوم ممكن واحد من هاللعبان يا سقار يا سارفو يقدر يحصم الصراع على صدار الهدفين بهذه المسابقة المصري عم يحصل على خطأ هون كما أن البرج هدي مشاركته الأولى بكأس التحدي مقابل المشارك السابع على السلام سغارتا مرة وحدة وصل للمباراة النهائية وكانت بالنسخ الرابع عام 2016 سقط أمام الرسين 1-5 الرسين كان لي أحرز لقبين ورا بعضهم وعاد وخسر اللقب بالموسم الماضي تضام الصور قدر يحرز اللقب بفوزه على الغازية 3-0 بالمباراة النهائية هون الصراع بين العوطة بأحمد المصري والكرة أيضا محاولات السلام سغارتا جون جاك يمين حمز الخير بمركز الجديد اليوم عم يكون داعب وسط مدام في حمز الخير تعورنا نشوفه كان قلب في فاع مع نهاد فقار عم يكون إله دور جديد ومهم جديد واليوم بالطبع المجهود رح يكون كبير بمواجهة ثلاثة البرج بخط الوسط سيد إبراهيم محمد قصم ومحمد الفعور مع الانطلاق أيضا البرجي سارفه بعيد الكرة الخلف عند حسين إبراهيم انطلاقته ممتاز جدا لعب الأنصار السابق كرة بين إله على الجهة اليسرى خطير البرج بانطلاقاته السريعة المرتدات ممكن تكون هي سلاحه الأول وسلاحه الفعال مع صيف سارفه 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 بطئ اللاعب نوعا ما لكن البرج عم يستحوط حاليا وتمريرات جميلة للكرة ونقلات جميلة بخط الوسط مع محمد آسم آسم بقدمه اليسرى على الجهة اليسرى أيضا التخيير اتجاه اللاعب ممتازي على الكرة لكن هالمرة عم تروح لعند مدافعي السلام سغرته ومبعد عند الحارس مصطفى مطار يعني الأمر الواضح فارس أنه رغبة كتير كبيرة موجودة عند البرج لأفتتاح تسجيل بشكل مبكر وقابل حذر أوضح بالنسبة للسلام سغرته يعني مباراة هلأ فينا نقول متكفئة بين الفريقين عملية جاسبت عم بتكون من محمد الدقة من ناحية فريق البرج ونهاد السكار من ناحية فريق السلام سغرته كرة طويلة فريق السلام يعني عم بيعتمد أكتر على الكرات الطويلة الساقطة عم بيجري بيستفيد منها بينما فريق البرج بخط الوسط عم بيشتقن أكتر من ناحية وسط الملعب كرة حالية مع جانجا كامين بيمرر عماد كريمة عماد كريمة هي اللي عم بيلعب كمدافع بقلب الدفاع وفي خطأ لصالح فريق السلام سغرته تشكيلة محمد الدقة وطريقة اللعب اليوم هي 4-2-3-1 بينما فريق السلام سغرته عم بيلعب وطريقة 4-3-3 راكلة مرمى هو محمد سانتينا يلي بعد ما اختبر بهالبقاء بعكس مصطفى مطر مصطفى مطر كان عنه اختبر بكرة خطرة كتير كان عم بيقدر يتعابل معه وعم بيبعدها لخارج الملعب محمد سانتينا بيلعب الكرة أمامية ما زالي طوع فريق البرش حلو كتير هالكرة طويلة ما كان فيها ترسلل ما راح يقدر يلحقها أبداً محمد فعور تمريرة كانت أكتر من رائعة من إحسان العوطة لعب الصفى السابق كرة هون عم بيبعدها لعب الإخاء السابق اللي اتعرفنا عليه أيام ما كان مع فريق لخاء الأهلي علي ربيع العوبري لعب المغربة قلب دفاع فريق السلم بيعرف الدوري كتير منيح جونجاك يمين كرة هون عم بيبعدها بطريقة حلوة كتير ياسر عشور أعني اللاعب النيجيري بيحصل على رمي التميس نهاد سكار واقف على الخط عم بيوجه اللاعبين مثله مثل محمد الدقة يعني فيه وجوه جديدة رح نتعرف عليها خلالها الموسم بالدوري من ناحية اللاعبين من ناحية المدرع الفنيين الأجانب وفيه لعبين كمان أجانب رح يحافظوا على مركزهم مع فرقون أو انتقلوا لفرق أخرى المباراة المنتظرة بكرة مساءًا تسعة ونص من مدينة كميشة معون رياضية ببيروت مباراة الأنصار وشباب الساحل بنهاء كأس النخبة ومن المتوقع أن يكون في حشة جماهير كتير كبير لزعيم الأخضر بيد الأنصار بمباراة بكرة عدين ملحم كرة مازالية مع فريق السلام صغارطة يلي عم جرب يعمل شي بها الكرة بيبعدها علم الدفاع وبسهولة تامة مصطفى الصال حلوة من المصري وليد سماعيل كابتن فريق البرج بيلعب الكرة أمامية لمحمد قاصم محمد قاصم بيطرقها للعوطة العوطة بمنتصف الملعب للعوطة بده حدا لحده بمرد لحمزة عبود ترجع لمحمد قاصم بيخسر الكرة من دون أي خطأ تنتقل سريعة لفريق السلام صغارطة دي واحدة من أفضل أرضيات الملعب بلبنان عم نحكي عن مجمع الرئيس فؤال شير المصري بيتقدم المصري لمن بيعتمد على الكرات الطويلة المصري وحمزة عبود بيبعدها لخارج الملعب راكلة ربطية بيهالوقت لفريق السلام صغارطة عدنين ملحم ياللي برز بشكل كتير كبير أيام ما كان يلعب مع فريق الرسينك مهاجم ممتاز سريع ووقت بيسدد خطر كتير بمواجهة حراص المرمى راكلة ركنية أحمد المصري على التنفيذ محمد سانتينة بيوجه اللعبين ست لعبين من فريق السلام داخل منطقة جزاء فريق البرج كل لعبين البرج بيرتدوا للخلق بس إسناء حسين العمطة راكلة ركنية هرح ينجح السلام إنه يعمل شيء ببداية هالمباراة بعد مرور السبعة عشر ديئة على بداية اللكاء فرصة لفريق السلام مع تستيدي من ربيع العبري تصطدم بوليد سماعيل لخارج الملعب رامي التميس جديدة يعني أوقات بيضغط البرج أوقات بيضغط السلام هاي ده اللي عم بقوله مباراة متكافأة بالإعادة عم نرجع نشوف كرة هون محمد فعور كان عم بمت يده محمد فعور بدك تنتبه كتير منيح يا فعور مسالة الكرة مع فريق السلام جمهور كبير عم بيقازر فريق البرج والمنصة الرئيسية كمان فل لمجمع الرئيس وقت شهد بجومي أما تسنتينا على التنفيذ بحال تعدلوا الفريقين مع نهاية المباراة ركلات الترجيح يلي رح تحدد ما في تمديد وقت في ركلات ترجيح السريع ولكي المحبي الفوتبول يلي عم يتابعوا المباراة بهموا أكيد يشوفوا التعادل ليستمتعوا بركلات الترجيح معناية مباراة ستيفان سارفو بيخسر الكرة سريعة عم بيلعبوه في تسلل تسلل عن اللعب الميجيري كان لوضع تسلل كنا بتنتقد سريعة لفريق البرج خمس موجهات لهلأ بين الفريقين رسميا البرج ربح مرتين السلام صغرتها مرة وتعادلوا مرتين السلام سجل ثلاثة هداف والبرج سجل هدفين البرج مرتين كان عم بيفوز واحد سفر وفي خطأ بمنتصف ملعب يعني مع شرب الهيكتقص والشوق الرطوبة العالية كتير كمان اللعبيين ما بدنا كتير لزلمون بدنا نشوف قدي رح يقدروا يستعملوا قدي رح يقدروا يعطوا كل شي في عندون بهالمباراة وخاصة انتا كمان انه مباراة نهيئية العصاب كمان بتكون مشروضة لانه بالنهية في لقب كأس التحدي هو لقب رسمي فينا نقول من الدورات الرسمية اللي بنظمها الاترحاد قبل انطلاع الدوري يعني مثل ما ذكرنا فيرس لقب معنى ومهم بيكون لأي فريق بنهاية الأمر كأس بانتظاره بنهاية المباراة هذا القمر أيضا بينطبق على كأس النخبية اللي رح تكون تجربة جدية المباراة النهائية بالنسبة للأنصار المرشح الأول للفوز باللقب وبالنسبة للشباب الساحلية اللي كان بلس شغله على بكير وجهز بالتأكيد لا التحدي ولا اختبار الأنصار لا يضع مام امتحان حقيقي فيه قول بمباراة بكرة مباراة متضرة بذكر مشاهدينا تسعة ونص المساء مباشرة بمدينة كاميشة موني الرياضي وبيسبقها طبعا استوديو التحليل حاليا الكرة مع السليم صغرتها على الجهة اليسرى عدنين ملحم وحاول الانطلاق مع آني إليا المهجم النيجيري كرة أولا الخلف بتنتقل على الجهة اليمنى عند أحمد المصري كرة مع العوبة هون عند شامل سقار مميز جدا هاللعب بقدمه اليسرى الحساسة كان عام يلعب الكرة الأمام لكن قطعت من مدفعية البرج حمزة عبود منه لعند محمد آسم اللعب الفلسطيني بالعامل عند العوطة مقطوعة بترجع لعند حمزة عبود الأنشط على الجهة اليمنى حاليا من عيد البرج كرة بتبقى برجية مع الفريق الأصفر محمد آسم الانطلاقة ممتاز جدا من محمد الفعور عيدا الكرة على الجهة اليمنى نقلة كرة جميلة بالنسبة لفريق البرج لكن الأجمل يلي عمله ياسر عشور بهالحركة الدفاعية المميزة جدا اللي يوقف الهجمة البرجية وهون أيضا ياسر عم يحصل على الخطأ من الموسم الماضي شفنين للاعب شباب الساحل السابق عم يلعب بمركز الضهير الأيسر طبعا المهمة ما كانت سهلة أبدا لكن شوية شوية اكتسب الخضرة كنا عم نشوف هون الخطأ يلي كان عم يحصل عليه ياسر عشور لكن اللقطة الأجمل أكيد بالطريقة يلي كان عم يدفع فيها فؤاد حجازة أشهر من أن يعرف لاعب خرج من البرج إلى التقلق بيئة دوري لبناني أكيد برز أيضا مع نادي الحكم ومع منتخب لبنان سيفن سارفو سارفو الكنترول دائما بيستلم وبيسلم أيضا الكرة جابينة من العوضة على الكرة خطيرة جدا ممكن تقول لعدة محمد الفعوري اللي موجود حاليا داخل منطق الجزائب أيضا الخلف محاولة العكس كرة عرضية لكن ما بتنجح ما بتنجح الكرة العرضية يعني ما بعرف تحديدا شو سارماوه إبراهيم بوحمدين به الكرة حاول يلعبه مرة أولى بقدمه اليسرى محمد الدقى مثل العادي متوتر على أعصابه المدرب يلي قاد فريق البرج إلى دوري الأطواء بالموسم الماضي فريق البرج كان عنده مشوار ناجح طبعا وسهل خليني يقول بدوري الدرجة التانية فعلا النتائج المميز يلي حققه كرة حاليا مع السليم صغر تياسر عشور بخط الوسط لعند شام السقار هو محرك اللعب بالخلف لعند عماد كريمة أيضا الكرة الأمامية عند قائد الفريق حمز الخير محمد آسم عم يتدخل هو عم يتعى الكرة ما فيه أي خطأ على انطلاق من البرج المجيد محمد آسم على الجهة اليسرى الانطلاق السريع هالمرأ من إبراهيم محمدين أيضا التأدم المرور المرور فرزة ثمينة جدا أخطر فرص المباراة من هالإنفراد التام لستيفن سارفو لكن مصطفى مطر كان عم يعمل إنجاز مرة جديدة حاليا المواجهة والمبارزة واحدة واحد بين المطر هو سارفو والتفاول لحارس برب السليم صغرتها مع أيضا الكرة العرضية لداخل منطق الجزاء بتبقى طبعا مع البرج بتبقى مع إبراهيم بوحمدين في العمل عند وليد اسماعيل اللي بيحاول يعكس على الكرة العرضية دائماً البحث عن سارفو المواجهة من الخاني القطير رح تشوفهم لإعادة كان فعلاً أمام فرصة حقيقية لأفتتاح تشيل وقس الشباك شوفوا هون التمريرة ممتازة جداً كانت من إبراهيم بوحمدين لمحوا وين الرقابة وين الرقابة الدفاعية عمات كريمي وربيع الأوبري مش مسموح أبداً يكونوا بعادة عن ستيفن سارفو الآن مصطفى مطر لحسن حص السلام صغرتها كان موجود بالمكان على المناسب بعدها الكرة مصاب حالياً حارس مرمى السلام موجودة على أرض الملعب جل السلمات لإله لقاء طبعاً رح يتوقف طبعاً كنا عم نحكي عبل بداية المباراة عن تتويج السلام بلقبه الوحيد بموسم 2013-2014 عندما أحرص كأس لبنان بيتغلبوا على ترابلس 1-0 على ملعب بديل الكاميشا موني رياضي بوقتها السنجالي عبدالله ديا بالدقيقة 102 من ركل حرة مباشرة قدر يسجل الهدف الوحيد لكن هاي قصة وقصة فوز البرج بلقب الكأس موسم 92-93 هي قصة تانية مباراة نهائية لجمعة البرج والهومان من لعبة ثلاث مرات أول مرة على ملعب الصفة انتهت بالتعادل واحد واحد بالوقتين الأصلي والإضافة من عادة المباراة بين الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي صفر صفر لتنعاد مرة ثالثة ويقدر البرج يحسبها بنتيجة 4-1 على ملعب بلدية برج حمود ملار بيسجل هدفين وحصل رحال هدفين مقابل هدف للهومان من كامل ركلة جزاء سجلها بابكين مالكيان تمام مباريات وقتها لعبة البرج سبعة منهم كان فيها وقت إضافة يعني الوجوه الجميلة أيضا حاضرة بيئة المدرجات الكل اشتاء لمتابعة المباريات كان بالنهار أو كان بالليل مقرأ مباراة ليلي ذكر للأنصار وشباب الساحل ربيع الهوبري قرأ عند عدنان ملحم آني أليا هو اللي عم ستلم حاليا راضي عنه نهاد سقار وبيتوقع له يعمل كتير بمشوار الدوري بحسب بابلغني قبل المباراة مع حمزة الخاري بنقول الكرأ على الجهة اليوم نحمد مصري من لبسي واحد جميل جدا الكرأ العدي شامل نبورسي بحاول إلى التأدن لكن محضوع الكرأ من إبراهيم محمد ناب رئيس الاتحاد لبناني لكلة القدم الأستاذ ريمون سمعان وعضو اللجنة الإدارية بنادي السلام صغرطة بدوي جايتاني ورئيس ندى البرج نبيه ناصر موجودين كلهم في المنصة الرسمية بملعب مجمع الرئيس فؤاد شاب أرياضي بجونية بهالحل الجميل يلي كشف عنا بالموسم الماضي خارس وطبعا هالملعب المستعد لأستضافة المزيد من المباريات على أمل دائما الصورة والمشهد الأخضر يكون مرافق كل ملاعب لبنان بالموسم الشديد يعني كمان حسب معلوماتنا أنه بالخطة المستقبلية اللي أحضرها المدير المجمع فؤاد صليبة أنه يكون في مدرج تاني لا يقدر يسيع عدد أكبر من المشجعين صحيح أرضية الملعب أكتر من ممتازة بس الملعب ما بيقدر يستوعب المباريات الكبيرة اللي بتكون بين فريقين عندهم قاعدة جماهرية كبيرة هذا الشي مش معقول يصير أحمد البصري بيتقدم أحمد أحمد بمرر لحمزة الخير كابتل فريق أحمد بمرر وقال يجا بتسدد قال يجا أول كرة بين الخشبات الثلاثة إذا فينا نسميها خطرة نوعا ما تزديد كانت بين إيدان محمد سنتينة من دون ما تشكل أي خطورة على مرمى حارس فريق البروش السلام بيقدر يضرب بأي لحظة ربيع الهبر لعماد كريمة عماد كريمة بيتقدم بمرر بيدوره لهشام النابلسة هجام يلي عم بيرجع لفريق السلام من بعد ما كان إعارة لفريق الإشتماعي فريق السلام الملفت يعني بين لعبين والأسسيين والإحتياطيين ما في ولا لعب نضم هالموسم لفريق السلام من فرق أخرى هون تزديد كانت من عندين ملح مصطدمت بقدم حمزة عبود وراحة خفيف بين إيدان محمد سانتينا السلام ما تعقد مع ولا لاعب كرة مع فريق البرج إبراهيم أبو حمدين بيتقدم بيلعب الكرة أميمية جرى بيلعب مع صرفه الوان تو ما بتقطع بتنقطع من فريق السلام صغرتها بمنتصف ملعب يمكن هدف واحد يحدد مصير المباراة يمكن نشوف أهداف كتيرة أو حتى ما نشوف أهداف أني عنده وعنده اللمسة بيلت لاعب ممتاز فريق السلام يلي رح ينهي قصة قادي قدموش هادي الأسبوع المقبل مع التقارير يلي عم تطلع والأخبار عن اهتمام مشددا من نادي النجمة بلاعب نادي السلام صغرتها اليوم موجود على مقاعد أحتياط راكلة روكوية بهالوقت شامل السكار ابنو له مدرب الفريق شامل يلي رح يكنفز الركلة روكوية بيرفع الكرة داخل منطقة جزايا بعيدة شوي شو رح يعمل ربيع الهبرة مشيء أبدا ربيع الهبرة الكرة الرأسية بعيدة عن مرمى فريق البرج بدأ عشرين دقيقة على بداية المباراة والأمور لهلأ الحكم عم يوقف المباراة لا ياخدوا اللاعبين بريك ويشربوا ماي حيضا يلي بحقلوا حكم المباراة يوقف هالشيء وهذا يلي عم نحكيه نحنا من خلال الرطوبة والشوب والتعس والحرارة العادي كتير هون اللاعبين بياخدوا تعليمات جديدة من نهاد سكار من محمد الدقة بيشربوا شوية ماي ينتعشوا يرجعوا بينزلوا لأرض الملعب لمتابعة الوقت المتبقي جمهور البرج كمان يلي انا اكيد رح يكون مع الدور اللبناني عدده اكبر بكتير كلنا بنعرف الجمهور الوفي لجمهور لنيد البرج اللي كان عم بيواكبه وقت كان بالدرجة الرابعة التالتة التانية وكيف اذا فريقه بالدرجة الاولى ما بدو يكون حد واذا بأصعب الوقات كان موجود كيف هلا هيدا جمهور البرج المشهور بلونه الاصفر واللون الاصفر يلي بيتميز فيه نادي البرج عبد الفتاح عشور لاعب النجمة السابق يلي انتقل هالموسم لفريق البرج اللي ينضم له هو يكون بمركز قلب الدفاع الوقت الوقت المحدد دقيقة بينتهي وهون كمان اذا من فوت شوي كلوس اكتر على مدرج السلام نشوف قطرس كرم وقصامة اللي بيين امين السندوق يلي موقفين اتحديا من الموسم الماضي على امل الامور كلها تمشي ويكون في اعفا انا بتمنى قبل بداية الدورة عن الكل لنشوف دورة بحل جديدة يعني كنا بتوعين ان اكيد عدد اكبر من جمهور السلام بصغرطة وخصوصا ان نقليات كانت مؤمنة على جوني من صغرطة واهدن ويكون عمواكب فريق وانا ما تعودنا جمهور السلام يترك فريقه بهاك استحاقات مهمة شربين لسببين الموجود جمهور اكبر باهدن هلأ بالصيف تاني شي بحبوا يحضروا الام تي في فله السبب ما نصلوا على المبارات وقاعدين عم بيتابعوها باهدن وبأعداد كتير كبيرة حكي تحية كتير كبيرة لالون واللقاءات رح تكون كتير من ملعب المردشي بالموسم المقبل مثل العادي ام تي في موجودة بكل الملعب فريق عودة للمبارات نص ساعة على بداية اللقاء والنتيجة ما زالت التعادل السلبي كمان على الموعد مع المخرج شورج خليل هالموسم وفريق عمل الام تي في يلي عم بيواكب كان كل محبي الفوتبول بكل الظروف المناخية الصعبة ومن كل المناطق اللبنينية دورة اللبنينة يلي رح يكون الشهر المقبل وقبلها رح يكون في كأس السوبر مع طبلياتنا بالتوفيق لفريق النجمة بمواجهة التراجة التونسة ولو العهد مهمته شبه مستحيلة قدام الاتحاد السعودي من بعد ما خسر ذهيبا السفر ثلاثة داخل منطقة جزام هقول كتير تكون خطر على الكوريا الشورج حيصير وين دفاع السلام لا يشتي توين هجوم البرج لا يسدد عني الضغط برجاوي بها الوقت عدنين ملحم في خطأ في خطأ الحكم بيترك اللاعب ادفنتج ادفنتج عدنين ملحم لا اليجا 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 بيسدد لازم يلعب على الجهة اليمنى أحمد المصري كان عملكلوب الكرة كان لحاله يعني طنائقه بشكل خطورة على مرمى أي خصم في الوقت عدنين ملحم واني اليجا اللاعب ناجيري اللي نحنشوفوها الموسم بالدرجة الأولى بموسم الدرجة الأولى مع فريق السلام فريق السلام الموسم الماضي كان للنسيين احتل المركز التاسع خمس انتصارات سبع تعادلات وعشر خصائي غقى سجل خمسة عشر هدف ودخل مرمى ثلاثين هدف كان مهدد بسقود للدرجة التانية وهذا منعرف كلنا مش مكانه الطبيعي أبداً لفريق السلام ان يكون بالمراكز المتأخرة بالترتيب واع كرة رأسية جديدة والخطورة موجودة على مرمى حارس السلام مصطفى مطر كرة رأسية كانت من حسان العوطة يعوطة كدت تعمل هاشي واكد تكون قريب كتير انه تسق الشباك بالإعادة يعني المحاولات لهلأ شربيل في محاولات نوعاً ما جدية على المرميين بس الشباك بعد لهلأ مهتزت من ولا فريق والنتيجة ما زالت بعد مرور تلاتة وثلاثين دقيقة على بداية المباراة التعادل السلبي بين البرج والسلام سغارتا سفر سفر بنهاء كأس التحدي يلي بتحمل رقم سبعة لهلأ إذن ثلاثة وثلاثين داية فرس فعلاً التعادل السلبي حاضر لكن السلبي بالعداء بدنا حاضرة فينا نقول عن كيف محاولات للسلام سغارتا والمحاولات الأخطر طبعاً كانت لفريق البرج اللي كان الأقرب ألف تحت جيد تحديداً عبر ستيمن سارفو اللي كان له كرة رأسية صدل إلى مصطفى مطر وأيضاً حالة الفراد صدل إلى الحارس سغارتاوي بالوقت يعني مصطفى السال السنغالي عم يشوفوا أمامنا على الشاشة والركلة الحرة البرجية مباشرةً إلى داخل مطق جزاء عم تلعب معطوعة من دفاع السلام سغارتا بتبقى هون عند حسين إبراهيم المرور حسين إبراهيم على الجهة اليسرى ممكن يعقص الكرة العرضية إبراهيم بالفعل بيتواصل تقدم بيعقص العرضية لكن معطوعة مجدداً من دفاع السلام مجدداً سلام سغارتا تحت الضغط تحت الاختبار تحت الهجوم اللي من النار حالياً بالنسبة لفريق البرج وخصوصاً على طرفين الملعب هيدا مقعد احتياط فريق البرج مع وجوه بتعرفوها سابقاً بالدرجة الأولى مثل عالي كاركي مثل محمد المرقبوي مثل محمد شعفر وأمين حلال ممكن نشوف الأسباق كلها عم نشارك من الشوطة الثانية من الإنقاب بالوقت يلي وليد سمعين بالعب الكرة العرضية مقطوعة مرة جديدة خطورة محمد قاصم نبدأ مع البرج العوطب يتدخل على هالكرة أيضا كرة بالعوبة لداخل المنطقة لكن داين يدي مصطفى مطر ما في أي فطورة عدنا ملحب عم يعمل بشغول كتير كبير اليوم يعني طبعاً كان بدأ الموسم بشكل جيد مع السلام لك الإصابة أبعد الطول لفترة غير أصيرة عم بحكي عن الموسم الماضي طبعاً وعاد بمرحلة الأيام كرة هون عند مصطفى السال كسب ثائت محمد الدقة مصطفى سال المدافع السنجالي بعد فترة التجربية اللي خاضها بس إيبوا تسارفوا يعني يلي بالموسم الماضي شارك مع فريق التدام وصور وأكد حضوره يعج جيد بدور ألفا وليد اسماعيل مرحلة مصطفى السال معطوعة جديد ضغط السلام إصغرته بوسط الملعب عم ينجح من خلاله أنه يستحوذ مرة جديدة مع شام السوقار هو اللي عم يتقدم اللعب الأردني ممكن يستدد بخدم الوسرا بيحاول إمار ممتاز جداً بيحافظ على قرده بين ثلاث لعبين لكن المرحلة مرينة معطوعة فرصة للبرج للإرتداد مع محمد آسم جميل جداً محمد آسم مهاري جداً أيضاً لمستو رائعة جداً إذل طلع فريقه من الضغط بلمحة واحدة مع إبراهيم بوحمدين هو التقل على الجهة اليمنى وترك الجهة اليسر للعوطة بتروح لعند ستير لنسارف والمواجهة واحد على واحد مع ربيع الهوبري المواجهة الأجنبية الخانية هو اللي بيلعب الكرة العرضية ما فيه أي تسلل ما فيه أي تسلل شوه الكنترول؟ شوه الكنترول يا عوطة ما فيه أي تسلل شو عملت؟ أحسين العوطة كان عنده فرصة فعلاً صريحة جداً هون سقوط حمزة عبودة على أرض الملعب والأدفنتج اللي عطاه الحكم حسين أبو يحيا لكن ياريت شوف بالإعادة الكرة اللي لعبت للعوطة وبأي طريقة العوطة ما قدر يسيطر عليها شوفوا بالإعادة مرة جديدة كنترول بلا كنترول يعني ما قدر يسيطر على الكرة أبداً حسين العوطة غريب جداً ياللي صار معه عدم الحملة يازال عم يطلع العلاج أيضاً حمزة عبود بعد على الاحتكاك بيناتهم ونرجع بالذاكرى أيضاً مع فريق البرج اللي كان صعد للدرجة الأولى سنة الواحدة وتسعين وأحرازوا لرقبه الرسمي الوحيد لتاني موسم لقلو فقط يعني الأمر اللافت وقته كيف قدر البرج بدور 16 يقصي الأنصار يحتكر جميع البطولات الرسمية بوقتها وقت تتقدم البرج بهدف محمد اسماعيل السيد بكرة رأسية أنصار حصل على فادي علوش أهدره ورجع حصل على فادي علوش بتسجيله راحوا الفريقين لوقت إضافة وقدر البرج يسجل هدفين عبر أسامة السقر وألي بارخو ورجع الأنصار وقلص الفارق عبر سرجاء أليكسندروف المهاجم المولدوفي اللي أيضاً برز بصفوف فريق الحكمة قدر يفوز البرج به المبارات كان سجل هدف كمان أيضاً عبر نيجيري كبير محمد لكن ألغئ الهدف مهم البرج وقت انتقل للدور ربع النهائي ليلعب مع الرياضة والأدب مبارات انتهت بالتعادل واحد واحد وقدر البرج يفوز بركلات الترشيح وينتقل للدور نصف النهائي مطرح مواجع فريق حركة الشباب وأيضاً المبارات انتهت في الوقتين الأصلي والإضافة بالتعادل السلبي وأعيدة وقتاً كان النظام مغير يعني من الدور نصف النهائي وبطالع أي مبارات كانت انتهي بالتعادل بعد الوقتين الأصلي والإضافة كانت عم تنعاد ومرة تانية كمان انتهت بالتعادل السلبي ووقتاً ركلات الترشيح أيضاً نهلة البرج إلى النهائية النهائية لأنه كان عبارة عن ثلاث حلقات في الوقت يلي حالياً ألكرة على الجهة اليسر على الخطورة هالمرة إبراهيم محمدان لوين لوين يا إبراهيم محمدان ما معقول البرج عم تنقص واللمس الأخيرة من دون شاك شو الحلول أمام محمد الدقة هون الكرة العرضية من محمد الفعور كل شي كان ممكن يعمل إبراهيم محمدان إلا اللي عملو باللقطة الأخيرة كنترول شوت الشوت بطريقة أفضل أمول أي شيء إلا اللي عملتو ولكن رغم الشيء جمهور البرج كما عم شونها مامنا كبار صغار صبايا وشيوخ موجودين بالمدرجات وعم يشجعوا فريقهم اللون الأصفر هو الطاغي من دون شكل يوم بمدرجات ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي بيجوني بالوقت يلعب الكرة الإمامية خطيرة على الدم الحم لكن وليد إسماعيل عم يتدخل كان باللحظات المناسبة هون بالإعادة محمد الفعور بلمحة لمسته جميلة كانت للفعور لعب كرة رائعة جدا كان عم يسحب معه ياسر عشور مجددا يعني دفاع السلام صغارته الأمر الواضح أنه لازم يكون أكتر مركز لازم يكون انتشاره صحيح بشكل أكبر وتبدل المركزي ما عم يكون دقينا ما في تفاهم كبير بالوقت اللي حاليا أحمد مصر وعم يأخذ الكرة العرضية بعد الراكلة الرقمية بتروح للبرج ستيفن سارفو بحاول ينطلق ستيفن سارفو المرور على الكرة الأمامية لكن لوين يا ستيفن سارفو أيضا كرة عشوائية بتروح لعند مصطفى مطر اللي عم يتمكن من التقاطه برج فارس متل ما توقعنا عم يحاول يعتمد على هجمات السريعة عم يحاول يعتمد على التحركات ستيفن سارفو ومهارات ستيفن سارفو بوقت يا إبراهيب أحمدان هو عم يخسر الكرة كان لكن عم يحصل على الخطأ خطأ لصالح فريق البرج اللي عم بيقدر يوصل لمرمى فريق السليم صغرته أكتر عم بيكون عنده فرص حقيقية بس المهجمين واليعبين ما عم بيستغلوا هالشي بالرغم أنه أكتر من مرة شوفوا على الخطأ هون بتميذ الكرة بتروح لصالح فريق السليم بتتنفى السريعة معي شام النبرسي اللي بيمرر لأحمد مصري لأني إليتجا وأني إليتجا ومحمد سانتينا بيطلع من المرمى ليطقت الكرة بكل براعة وبسرعة تيحرم فريق السليم صغرته من فرصة على مرمى مصطفى سال الليعب السنغالي لوين؟ لخارج الملعب الوقت عم بيمر بسرعة على الفريقين منذكر بحال نهاية مباراة في التعادل بين الفريقين الضغري رح يروحوا لركلات الترجيح لتحديد مين رح يفوز لأول مرة بهاللقاب لقاب كأس التحدي سبق لشباب الساحل والتضام الصور والرسي كل واحد منهم انه فيز مرتين بهاللقاب مين الفريق الرابع اللي رح يكون عنده الحزوز والفرصة انه يسجل اسمه بسجل الفيزين بكأس التحدي وينضم للساحل للتضامن الصور والرسيك احتياط فريق البرش بهالمباراة على الكركة من الصفة محمد الدر كان عم بيلعب بالدرجة الثالثة مع الأخوة الخرايب محمد مرقباوي كان لعب حر محمد جواد أبو خليل كان عم بيلعب بالدرجة الثالثة وكمان سانتينة بالسرعة عفيف زريق أيضا بالدرجة الثالثة مع فريق حنوف محمد جعبر كان مع الصفة وأمين حلال كان لعب حر يعني أسماء جديدة رح تتعرفوا علي هالموسم بالدرجة الأولى مع أكثر من فريق حمز عبود بمر وفي خطأ لصالح عبد الفتاح حشور عبد الفتاح حشور عم يتعرض هون للخطأ لعب مع النجمة والسابعة كان مع الأنصار صخر التفاع فريق البرج رجلة حرة السانتينة يلعب لوين الأنصار يعب الغاني ما بيقدر يصغلها فريق السليم صغرتها وكأن الفريقين اتنعوا بنتيجة شوت الأول الأمور بلشت تبرد شوي بيناتهم بالرغم من التقص المشويب أبنين ملحم الكرة حلوة من جانجاك يمين جانجاك يمين لازم يمرر وبيخسر الكرة محمد قاصم حلوة كتير برجع حسين إبراهيم عبد الفتاح عشور منه مصطفى السال مصطفى السال بيتقدم معه على الجهة اليسرى وليد سماعيل لمصطفى السال لعب السنغالي مصطفى السال بيخسر الكرة بتروح لعند آني آني بيلعب الكرة لعب اتنين ملحم ما زالت الخطورة موجودة والمصر قاممية بيحصل على ركلة ركنية خورنة جديدة لفريق السالم صغرته فريق السالم عم بيجرب يعمل شي كمان بهالثوانة الأخيرة من الشوت الأول منتظار الحكم الرابع محمد زعتر ليعلن عن الوقت المحتصة ببدل عن ضائع مرائب المباراة عبد الرحمن مزهر ركلة ركنية لفريق السالم شامل على التنفيذ شامل شامل السكار بيلعب الكرة داخل مطقة الجزائي كمان ركلة ركنية جديدة عم بتكون كمان كورنر جديد بهالوقت لا فريق السالم بهالوقت إذا بد تكون العاصي من الشوت الأول إذا فريق تلقى هدف يعني ما بيتبدأ أي فريق إنه يدخل الغرف الملابس ويكون داخل مرمى هدف روان الأخيرة من هالشوت نهاد السكار عنده كتير أشياء مثله مثل محمد الدقة ليحكوها للعبين تمريرة أمامية من دون تركيس أبداً كانت توصل لحارس المرمى محمد سانتينا وليد سماعين محمد زعتر بيتقدم بانتظار حكم وقت سديدة gonna go 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 جول جول للبرش بعد عبقول هالوقت الآسي الوقت الظالم لأي فريق إبراهيم أبو حمدين عم بيهز أشي باك عم بيعلن عن افتتاع التشيل البرش عم بيتقدموا 1-0 إبراهيم أبو حمدين بروح عند محمد الدقة ليحتفل مع الخنش يعني الحدف هي اللي إجا باللحظات الأكيرة من الشوف الأول ما قدر يعمل شي مصفى بطر لها الكرة سدد إبراهيم أبو حمدين وعن تغارات الدفاعية لازم قدش السلام لهاد سكارة رئيلة حلول قبل انطلاق الدورة لأنه شكرا اليوم أكتر من كرة مهجمية فريق البرش كانوا لحالوا جمهور البرش والله عمدرش على اللاخ اللون الأصبر يلي هو اللون الطاغي يلي عم نشوفه بأشمل ما يكون البرش واحد السلام صغرطة السفر منتزار أحسين أبو يحيان بدايعت إشارته للحكم الرابع محمد زعتر بالنسبة للوقت المتبأي والوقت المحتصم بدل عن ضائع يلي رح يكون السلام مازال عم يعتمد على الكرات الطويلية اللي أنا من بداية مباراة ما عم شوف أبدا إيه عم تعطي أينة لشي الكرات الطويلية لازم كرات أصير التقريرات ياسر عشور بنفذ رمي التميز لأني إليتجا بترجع لياسر ياسر برشع كرة ما زالت خطأ هون لشامل سقار وركني حظها باللحظات الأخيرة من الشوت الأول هون ربيع الهبري والسفن سارفو ما في نزوم أبدا لهالإحتكال سفن سارفو اللي يزوم يرجع لورا فريقه متقدم واحد سفر الأمور مصال حاج ركل حرة لفريق السلام ربيع الهبري كل لعبي فريق السلام عم يتقدموا لعبي فريق البرج عم يتراجعوا لطيفهم عن هدف التقدم ترجع تروح الكرة بها الوقت سريع على محمد الفعور مع خطأ لصالح الفعور والأمور استويت بالنسبة لشوت الأول هدف وإنه كثير عم يحرشوا فريق البرج اللي يتقدموا حد سفر على فريق السلام زاردة سين أبو يحيى يلي عم يتطلع بساعته عكم المبارات تفاع السلام يتبع كتير منيح بالمراحل المؤمنة مع خطأ خطأ هون لطريق السلام خطأ واضح وبطاقة السفرة أولى بالمبارات بطاقة السفرة أولى من محمد آسم محمد آسم اللي عم يحصل على انذار عماد كريمة عماد عماد وليد اسماعيل بسهولة تامة بيقطع الكرة مازالت مع فريق السلام أني 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 إلي جاء بمرنا حمزة الخير حمزة الخير تسرع بالتمرير هو الحكم حسين أبو يحيى بيعلم نهاية الشوت الأول بيتقدم البرش على السلام صغرتها واحد صفر نتيجة كان مهمة كتير لفريق البرش بهال الشوت الأول خليكم أنا سريعا بريكوا من بعدها سوديو تحليلي لنشوف أراء عمري بالنسبة لهالشوتين معقول كيف كان الشوت الأول وشو معقول يكون الشوت تاني من ناحية المدربين خليكم معنا لحظات قليلة بريك ومنتابع اشتركوا في القناة